بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف How to use images with KV اي كيف يمكن استخدام الصور في مكتبة KV لتصمين طبقات المحمول اولا بنفتح نافذ الترمينال ونكتب الامب التالي PIP install KV وبعدها بنضغط وفتح الاتقال انتر لكي يتم تثبيت مكتبة KV ان وجهتم مشكلة في تثبيت مكتبة KV من خلال امر PIP install KV ان شاء الله سأترك لك امر اخر موجود في وصفة الفيديو يمكنك تثبيت PIP install KV بنغلقنا بيز الترمينال وبنبدأ في ادخال مجموعة من الصور في ملفات المشروع الحالية بنضغط البروجيكت بيظهر لي المصار الخاص بملفات المشروع الحالي وبعدها بنقوم بعملية ادراك للصور التي سوف استخدمها طبعا عندي هنا مجهز اربع صور فبسحب هذه الصور واضعها داخل ملفات المشروع الحالية اضغط هنا Refactor اجد ان الصور تم ادراجه هنا داخل ملفات المشروع الحالية وبعدها ابدأ في استيراد المكتبات التالية اكتب هنا from KV dot app import اكتب app لكن اول حرف يكون kept وبعدها اكتب from KV dot user interface dot image وبعدها اكتب image اول حرف يكون kept وبعدها اكتب from KV dot user interface dot grid layout وأختار import grid layout ويكون اول حرف ايضا kept وبعدها انشئ تصنيف رئيسي وليكن اسمه my app افتح قصين وبعدها اعمل inheriting the app لاجعل هذا التصنيف تصنيفا رئيسيا وابليكيشن لتطبيقات المحمول وبعدها انا اعرف دلة فبكتب هنا def build وهو بيكتب ويكمل ليه build self يعني هذه الدلة ستجعل هذا المصنف تصنيفا رئيسيا وتنشئه انشاء ذاتي بعدها اكتب اسم متغير وليكن على سبيل المثال layout يساوي واستخدم هنا grid layout فبكتب grid layout جريد layout هي اداة فيها نظام الاعمدة والصفوف لان طبعا الجريد بتكون هي مسفوقة من اعمدة وصفوف بحدد عد الاعمدة وعدد الصفوف التي سأظهر من خلالها الصور التي ادركتها ضمن ملفات المشروع الحالية وهي اربع صور وبالتالي سأنشئ اربع خلايا طبعا الخلايا هي عبارة عن التقاء العمود بالصف هنا سوف احتاج عدد عمودين وصفين ولذلك سأدرك هنا ضمن خصاص الجريد layout احدد عدد الاعمدة columns يساوي اثنين وحدد عدد الروز اي الصفوف يساوي اثنين وبعدها انشئ متغير وليكن اسمه image1 لادراج الصورة الاولى يساوي واكتب هنا image وافتح بين قصين واحدد عناصر الوجد image واكتب هنا source يساوي واطح بين تنصيص اسم الصورة الاولى على سبيل المثال cat1.jpg اكتبها باسم الانتداد وبعدها احدد ايضا خصائص اخرى لاجعل الصورة keep ratio لا يحتفظ بها اي نسبة ابعاد الصورة الاصلية لا يحتفظ بها لاني سوف اجري بعض التبيلات لاجعل الصورة تتلائم مع محتوى الخالية فلذلك اكتب هنا keep underscore ratio يعني الاحتفاظ بالنسبة الاصلية للصورة يساوي false comma واجعل الصورة هنا تتلائم مع عرض وارتفاع الخالية فاكتب هنا allow stretch يساوي throw هنا يجعل الصورة تحدث stretch اي تلائم اي fitting لحجم الخالية وبعدها انسق هذا الامر control مع c وبعدها انسق هذا الامر اربع مرات بعدد الصور واكتب هنا image two اي الصورة الثانية وimage three الصورة الثالثة image four صورة الرابع وبعدين هنا اكتب اسمها الصور الاخرى cat two هنا cat three هنا cat four وبعدها اضف هذه العناصر الخاصة بالصور الى المصفوفة الرأسية حسب اسم المتغير الذي اخترته فاكتب هنا lay out اي اسم المتغير dot add widget يعني اضف عنصر واضف هنا العنصر الخاص بالصورة الاولى اضط على control مساحة هنا وبعدها ابدأ بنسق هذا الامر ايضا عدد من المرات على حسب عدد العناصر فاكتب هنا lay out add widget two وبعدها lay out add widget three وبعدها lay out add widget four وبعدها اجعل الدنة تعود باللي out اي بالجريد نفسه فاكتب هنا return lay out ومن اول السطر اكتب العبارة الشرطية التالية if underscore مرتين name underscore مرتين يساوي يساوي مرتين وبعدها افتح اما double codes او single codes واكتب underscore مرتين mean underscore مرتين وبعدها اكتب color وبعدها اكتب اسم الطبيق my add واتبعه ب mp brackets dot run هنا بقوله if name اذا وجدت اسم الملف ضمن الملف الرئيسي اي برنامج رئيسي قل بتنفيذ الكلاس الرئيسي التالي بنضغط على run لكي نجرب الكود هنا عرض لعمودين في صفين باستخدام grade لأول هذا الوجد طبعا ده يعتبر الوجد الرئيسي ضمن المصنف عرض بداخله اربع صور طبعا هذه الصورة تعتبر العمود الاول الصف الاول column one run هذه الصورة في الخليم في العمود الثاني في الصف الاول اما هذه الصورة في العمود الاول الصف الثاني اما هذه الصورة في العمود الثاني في الصف الثاني طبعا استخدمت هنا تلاؤم في الصورة مع حجم الخلية من خلال low stretch يساوي true وطبعا جعلته يتخلى عن ابعاد الصورة الاصلية من حيث العرض الاقطول بامر keep ratio يساوي false وبنكتب هنا مصدر الصورة وطبعا مصدر الصورة داخل ملفات المشروع الحالية ده كان بالنسبة لاستخدام متابة كيفي في عرض الصور في طبقات المحمول من خلال الصور المدرجة داخل ملفات المشروع الحالية ان شاء الله في حلقة اخرى سوف نعرف كيف نعرض الصور من خلال الURL اي من خلال رابط موجود على الانترنت ان شاء الله سأترك لك رابط يحتوي على هذا الكود في وصف الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك 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 ترجمة نانسي قنقر